المترجم للقناة ثم بعد ذلك تجمع وطن الأحرار مع الاتحاد الدستوري ثم بعد ذلك حزب الأصرة والمعاصرة ثم بعد ذلك الحركة الشعبية وستستمر هذه المشاورات غدا صباحا مع كل من حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية تباعا سيد رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها تحذوه إرادة من أجل الإصراع بهذه المشاورات حتى يقع أولا تأسيس أغلبية قوية تطلوها إرساء مشروع حكومة نالك حالة من التعبئة لذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية حتى نكون عند حسن ظن جلالة الملك وحسن ظن الشعب المغربي شكرا